السلام عليكم وتابعيني الكرام يا رب تكونوا بخير وسلام نهاردة ان شاء الله اعمل معاكم موديل الكارديجين شايفينه قدامكم اتمنى الفيديو انه الاعجاب اتمنى لكم شاهدة ممتعة كمية القماش اللي يحتاجها الكارديجين هيكون من مترين ل مترين وربعة طبعا القماش مجال وسع اي قماش شتوه ينفع فيه الكارديجين سواء كان صوف او وجوخ يعني اي خماش شتوه ده ينفع فيها الموديل هاششغل على البترون المسطح العادي مش البنس هاششغل خلف الاول وزا ملتلك هاششغل على البترون المسطح العادي هاششغل على مقاسة 44 عندي دوران الرقبة 6 سنتي هيبها 6 سنتي عرض و 2 سنتي طول واخدهم بدوران بالشكل ده نص عرض الدهر 18 سنتي ميلي الكتفة 4 سنتي طول حرضة القبط 23 سنتي محيط الصدر محيط الصدر عند 24 سنتي محيط الوسط هعمله بنفس مقاس الصدر انا عايزة الوسط يكون واسع علشان عندي حزام هركبه فانا محتاجة الوسط يكون واسع هعمله برضه 24 طول الوسط 40 سنتي طول الجنب 18 سنتي محيط اكبر حجم 26 عرض الكتفة 13 سنتي و هعمل دوران القبط هعمل توسيع في دوران الرقبة هدخل 2 سنتي بالشكل ده 2 سنتي مش اقل من كده 1 سنتي في الطول 2 سنتي عرض و 1 سنتي طول و هاخدهم بدوران كده كنا رسمت باترون الخلف دلوقتي هاخد مقاس دوران الرقبة هنا عندي 11 سنتي دلوقتي هرسم باترون الامام ده باترون الامام لما اجي ارسم الباترون هخلي مسافة من 30 إلى 35 سنتي بالشكل ده قدام الباترون برضه من فوق هخلي مسافة في حدود 15 سنتي و 20 سنتي من بعدها الشغل الباترون عندي دوران الرقبة 6 سنتي طول و 6 سنتي عرض نص عرض الضهر 18 سنتي ميل الكتف 4 سنتي طول حرضة القبط 23 سنتي عرض الكتف 13 سنتي عندي محيط الصدر 24 سنتي هدف 1 سنتي ب 25 و هعمل دوران القبط محيط الوسط هنقص 1 سنتي بس من محيط الصدر يعني هيكون 24 سنتي برضه زي ما عملته في الخلف بعد ما عملت محيط الوسط بالشكل ده 24 سنتي اللي 24 سنتي دي هكمل بيها الاخر الكارديجين مش هعمل محيط أكبر حجم هكمل بيه الكارديجين بنفس مقاز محيط الوسط 24 سنتي او 25 سنتي يعني مش تفرق كتير هو سنتي طول الوسط عند 40 سنتي طول الكارديجين 75 سنتي طبعا الطول على حسب زوق وعلى حسب رغبته بعدين هعمل تعديل في دوران الرائبة زي ما عملت في الخلف هدخل 2 سنتي بالشكل ده 2 سنتي في العرض كده هيكون رسمتي بترون الأمام دلوقتي هعمل الكل شيل عندي دوران الرائبة الخلفي 11 سنتي فمن بعد دوران الرائبة الأمام بالطريقة دي هطلع 11 سنتي 11 سنتي دي مقاز دوران الرائبة الخلفي هقيز 11 سنتي بالشكل ده بعدين هوصلهم بالمسترة بعدين هعمل ارتفاع الكل او عرض الكل عندي الكل زي ما شايفين مرتفع جدا وجاي على الكتف فهعملها من 25 ل 30 سنتي هي عريضة خالص على فكرة انا هعملها 30 سنتي وهتشوفوها لو حابنت صغره فيها تقدروا تعدله في المقاس على فكرة فده كده ارتفاع الكولة 30 سنتي بعدين هياخد عرض المرض المرض هيكون في حدود 4 سنتي او 3 سنتي انا هنا هعمله 4 سنتي وهوصل بداية الكولة بالمرض طبعا انا عندي الكولة مرتفعة جدا او عريضة جدا فهعمل لها خطوط كتير علشان اعملها تفتيح محتاجة تفتيح كتير هعمل خطوط بالشكل ده كده هيكون رسمة باترون الامام والخلف وهقص الباترون برده هقص التفتيح بالشكل ده باترون الخلف مفوش اي تفاصيل هقص الباترون وحطه على قماش مقفول ده معدار قماش الامام هيكون قماش مطبع هحط عليه البطانة برضو علشان اوص الكارديجين والبطانة مع بعض التفتيح بتاع الباترون هعمله بالشكل ده علشان لما اجي اسببته على الورق يكون سهل معي بعدين هجيب ورقه وهسبت عليه الباترون علشان اعمل التفتيح هسبت الباترون بالطريقة دي وهعمل التفتيح 1 سنتي يعني كل مسافة من اللي شايفينها دي هتكون 1 سنتي بعدين اصيت الباترون بالشكل ده بعدين اصيت الباترون بالشكل ده هجيب وحطه على القماش طبعا هجي ما اقول لكم حطى قماش البطانة على الكارديجين علشان اقصه من الاتنين مع بعض وهسبته بالقبر وبعدين اقصه زيادة الخياطة زي ما شايفين هتكون 1 سنتي بس في المرد وفي الكولا دلوقت هعمل المثلث اللي شايفينه في الموديل من بعد طول الوسط هقيس المسافة المتبقية وهشوفها كم سنتي المسافة دي هتكون 35 سنتي عندي لان انا عملة طول الكارديجين 75 سنتي منها طول الوسط 40 سنتي وبالباية 35 سنتي فالمسافة اللي من بعد طول الوسط هتكون 35 سنتي فهاخد قماش مربع طوله 35 سنتي وعرضه 35 سنتي وهضف له 2 سنتي او 3 سنتي مقدار التانية يعني لو التانية 3 سنتي هيبقى 38 سنتي فالقماش مربع يكون 38 سنتي طوله 38 سنتي عرض بزيادة التانية كده يكون قصية القماش مربع طبعا القماش كان مطبق علشان انا عايز اتنين للجنبين القماش هيكون طوله 38 سنتي وعرضه 38 سنتي 35 سنتي المقاس و3 سنتي مقدار التانية فهاخد علامات الوسط بالشكل ده علشان لما يجي اركب المسلس كده يكون قصية الجاكت هنيجي نشوف هنركبه ازاي ق BSO هاجيب البطانة وهخيط الكولة من فوق بالشكل ده وهجيب الجاكت وهخيط الكولة من فوق برضو بالطريقة ده كده بعد ما فلت مكتل الكولة في البطانة teh هفرد الجاكت بالتحركه ده هفرد الجاكت بالطريقة فهه جيب البطانة بضع وش البطانة على وش الجاكت طبعا الابطنة تكون متسبته فوزلين بس علشان القماش ده انا مش هستخدمه فما انا سبتتوش فزلين بس انتو في شوالكو طبعا هتسبتو فزلين هعملو بالقبر وبعدين اخيطو واخيط مقداري التانية بعد ما خيطت البطانا في الجاكت بالشكل ده هعدلو وبعدين عملو مكوى طبعا انا مخيطة مقداري التانية زي ما شايفين مقداري التانية هيكون في حدود 3 سنطة او 4 سنطة على حسب ما انت عايزة ده شكل الجاكت والبطانا بعد ما عملت لهم مكوى وده شكل التاني ده كده الخلف هركب دوران الرقبة الامامي في الخلف واهركب الاكتاف هجيب الكولة بالشكل ده من النص وهركبها على نص الخلف بالطريقة دي او نص دوران الرقبة الخلفي وبعدين اركبها في الكتف يعنى هركب الاكتاف والكولة ودوران الرقبة الامامي والخلفي مع بعض ده شكل الكولة بعد ما راكبتها هاجى عند الزاوية الي هي ما بين الكتف ودوران الرقبة وعمل لها فتح 1 سنط بشكل ده يعني على اخر الخياطة او على بداية الخياطة بعدين هجيب بطانة دوران الرائبة الخلفي شايفين الصنط اللي انا بفتحه ده وقت بيرايح معيه خالص الكتف والكولة او دوران الرائبة هجيب البطانة وهحطها بالشكل ده وبرده هخيط الأكتاف ودوران الرائبة بعد ما ركبت بطانة دوران الرائبة الخلفي هنيجي دلوقتي نركب المسلس ده كده الامام هجيبه على العدلة بالشكل ده او على الوش هجيب المسلس على الوش برضه اهو المربع يعني زي ما تسموه شايفين دي علامة الوسط اللي انا بشور عليها هركب من بداية علامة الوسط بالطريقة دي هخيطه خياطة عادية وهنيجي نشوفها نكمل ازاي ده كده المسلس بعد ما ركبته في الامام هجي دلوقتي ركبه في الخلف هجيب الخلف وحطه بالشكل ده على جنب الامام هركبه بالطريقة دي وهركبه على المسلس شايفين ادي كده الامام هجيب الخلف وهحطه بالطريقة دي هسبته بقبر الاول بعدين هجيب الخلف وحطه على المسلس على فكرة هو في الخياطة سهل جدا وهخيطه بالشكل ده طبعا الزيادات ده انا هشيلها ده كده بعد ما خيطته كده بعد ما خيطت المسلس شايفين شكله جميل جدا وسهل جدا فوق ما تتخيلوا هركب المسلس التاني وهنجي نشوفها نكمل ازاي ده شكل كارديجان بعد ما ركبت الكم وركبت المسلس التاني دلوقتي هنشوف تاني المسلس هيكون ازاي ده كده شكل تاني المسلس هيكون بالطريقة دي وهورهلكو طبعا في الناحية التانية في البداية هحدد مقدار التاني انا عايزة كم سنتي هشوف تلاتة سنتي او او اربعة سنتي عن تلاتة سنتي هيكون مناسب جدا في المدلات ازاي كده هطبق القماش مسلس بالشكل ده وشايفين على الناحية المقفولة دي كده الناحية المقفولة هقيس في حدود ثلاثة او اربعة سنتي مقدار التاني وهطبقها بالشكل ده الناحية المقفولة اللي هطبقها بالطريقة دي وبعدين هاخد علامة التانية او التطبيق اللي انا عمليها دي على العلامة اللي انا اخدتها دي هخيط هخيط بالشكل ده ده كده الشكل المسلس بعد ما خيطته هقص زيادة ده هيكون شكله لما عدله شايفين شكله جميل جدا على فكرة ونضيف جدا بعدين هتني الكرديجين على المكنة او هتني بالابرة والخيط يعني على حسب زوج هو هنا في الصورة متني بالمكنة ده كده شكله نهائي شكله جميل جدا تحفة زي ما شايفين ده كده شكله من جوة بس ملحوظة البطانة هنا صغيرة مفروض البطانة تكون اكبر من كده بكتير ومفروض برضو تسبتيها فزلين ده شكل المسلس وشكل التاني شكل التحفة ده كده شكله برضو من ناحية التانية ده البطانة ودي الكولة طبعا الكولة تقدروا تتحكموا فيها تقدروا تكبروا او تصغروا على حسب زوجك يعني ينفع تصغرها عن كده كمان لو عايز تعملي جيب هتعملي بالشكل ده في نص المسلس ممكن تعمليه عمودي او تعمليه بميل يعني على حسب زوجك ده كده شكله من الخلف ده كده الجنب بتاع الخلف وده المسلس هيكون من قدام والبطانة هتكون بالشكل ده المرد بتاع الكولة طبعا احنا واخدين مقدار المرد 3 سنطي بس من تحت بس طبعا هو بيتني بالشكل ده زي ما شايفينه كمان هنشوف شكله بالحزام ده شكل الكاردجين بالحزام ده شكله من الخلف شايفين المسلس تشيبه نظيف جدا وجميل جدا شكله تحفا وده الكولة وده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون نال اعجابك واتمنى ان تكون تريد سهلة وكني قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة شكرا